اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما بعد ايها الاحبة في الله فاننا نلتقي في المجلس الثالث من مجالس شرح القصص النبوي ولازلنا معكم بصدر الدروس والفوائد من قصة جريج العابد وقد تطرقنا في اللقاءين الاوليين السابقين الى بيان فوائد ثلاث كانت الفائدة الاولى هي بيان انواع الاسرائيليات وكانت الفائدة الثانية هي بيان زمن القصة وذكرنا انها حدثت بعد مبعث المسيح عيسى عليه السلام وكانت الفائدة الثالثة لبيان غرض القصة وان هذه القصة العظيمة ما سيقت الا لبيان قدرة الله عز وجل ورحمته بعباده ونصرته لأوليائه واليوم ان شاء الله تعالى نذكر فائدة رابعة الا وهي بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد الا ثلاثة والمهد هو فراش الصبي الرضيع لم يتكلم في المهد الا ثلاثة وهذا ما يسمى في لغة العرب بالحصر اي الا جاءت بعد نفي فهذه تفيد الحصر وهذا الحصر ليس حقيقيا بل هو حصر نسبي بمعنى ان هناك غير هؤلاء الثلاثة من تكلموا في المهد منهم ابن تلك المرأة التي اصحاب الاخدود فهؤلاء فهذه القصة في الصيحين من حديث ابي هريرة نجد فيها انها ان تلك المرأة عندما كادت ان تجيبهم الى ما طلبوه منها وهو الكفر والرجوع الى دينهم نطق الصبي الرضيع فقال لها يا اماه صبري فانك على الحق اذا هذا نطق وتكلم في المهد هناك ايضا ابن ماشطة بنت فرعون ففي مسند الامام احمد بسند حسن وبعض اهل العلم يصحح هذا الحديث وبعضهم يضعفه لكن لمن صححه يعد هذا الصبي الذي تكلم ابن ماشطة بنت فرعون تلك المرأة التي كانت تمشط بنت فرعون فوقع منها المشط فقالت بسم الله فقالت لها بنت فرعون اولك ربا اولك رب غير ابي قالت ربي وربك ورب ابيك الله فعندما بلغ هذا الخبر ان جعل هناك قدر كبير يسمى البقرة بقرة من نحاس ملئت بالزيت المغلي والقي فيها اولادها القي في تلك القدر اولادها بقي هناك الرضيع فعندئذ كادت ان ترجع عن قولها فقال يا اماه صبري فانك على الحق فهذان صنفان اخران تكلم ايضا في المهد فما معنى اذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد الا ثلاثة قال العلماء نوجه هذا الحديث باحد توجيهين اما التوجيه الاول فهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث بحسب الوحي اليوم يقول ثلاث يأتيه الوحي فيخبره بان ثمة رابعا ثم يأتيه الوحي فيخبروا بان ثمة خامسا وهكذا وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة مثال تعرفونه جميعكم ان شاء الله وهو الحديث الذي رواه البخاري مسلما ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فمن هؤلاء السبعة الامام العادل شاب نشأ في عبادة ربه ورجلان تحاب في الله فاجتمع عليه وافترق عليه ورجل تعلق قلبه بالمساجد ورجل دعتهم رأة ذات مال وجمال وجاه فقال اني اخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بيمينه فاخفاها تصدق بصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه هؤلاء سبعة نص الحديث واضح سبعة هل هناك ثامن جاء في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي عن ابي هريرة صنف ثامن وهو قوله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع لها انظار المعسر المعسر هو من عليه دين والمعسر ان كان عليه دين اما ان يكون الانسان الذي لا يقضي الدين الذي عليه اما ان يكون موسر ان يقادر يسدد الدين او يكون معسرا لا يستطيع ان يسدد ما عليه من الدين فان كان موسرا وصار يتماطل ويماطل ويتهرب فهذا جاء في حقه وعيد شديد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته بمعنى هذا الانسان الذي يتهرب من الدين الذي عليه وهو قادر على سداده هذا ظالم يحل عرضه يعني جزلك تغتابه غدا كنت تكلم فيه وانسان ما يجيش يقولك هذه غيبة حرام لا هذا احل عرضه بماذا بمعصيته وفجوره وعقوبته للحاكم ان يعاقبه بالحبس او غير ذلك اما ان كان مؤسرا لا يستطيع ان يسدد ما عليه الدين فيقول الله تعالى وان كان ذو عسره فنظرة الى ميسر اصبر على اخيك واحسن من هذا تضره تدي اجر قال عليه الصلاة والسلام من انظر معسرا تنظره تقول له نعم قد حل الاجل امهلتك شهرا وحل الاجل ازيدك شهرا اخر انظار هذا معنى الانظار تقول له ما عليش نستنى او وضع له وش ما نوضع له تقول له نصف الدين انساه اضعه عنك لا احتاج يعني رد الدين نصف فقط او كله يعني لا ترد لي شيئا ما هو اجر هذا الانسان الذي يفعل هذا قال من انظر مؤسرا او وضع له اظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اذا هناك ثامن فنقول اذا لم يتكلم في المهد الا ثلاثة جاء رابع جاء خامس بالادلة الصحيحة هذا جواب وهو جواب طيب هناك جواب اخر ذكره بعض اهل العلم وهو جواب فيه نظر يعني يضعف عن الجواب الاول وهو قولهم ان هؤلاء الثلاثة كانوا في بني اسرائيل يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد الا ثلاثة من بني اسرائيل لان جريجا كان من بني اسرائيل لان جريجا كان من بني اسرائيل وعيسى عليه السلام من بني اسرائيل والثالث كان ايضا من بني اسرائيل ذلك الغلام الذي قال اللهم لا تجعلني مثله واجعلني مثل تلك الامة التي يقال لها سرقت وزنيتي وهي لم تفعل وهذا الجواب قد يبدو لنا قويا ولكنه ضعيف لماذا لان ابن تلك المرأة التي عذبها اصحاب الاخدود كانت من بني اسرائيل اذا هذا الجواب قولهم لم يتكلم في المهد الا ثلاثة من بني اسرائيل جواب ضعيف انما الرابع ايضا كان من بني اسرائيل هناك جواب والله تعالى اعلم بصحته لكن نذكره على سبيل الوعظ اظن والله اعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء الثلاثة بالذكر خص هؤلاء الثلاثة بالذكر لامر مهم وهو الذب والدفاع عن عرض الانسان لماذا تكلم عيسى عليه السلام لماذا تكلم عيسى عليه السلام تكلم ليدفع التهمة عن امه فاول ما جاءت مريم حاملة ابنها عيسى عليه السلام قيل لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية اذا برأها عيسى عليه السلام عندما نطق في المهد ليدفع التهمة عن امه لماذا نطق الابن ذلك الصبي في عهد جريج لماذا نطق وقال من ابوك قال اب الراعي نطق ليدفع التهمة عن جريج العابد وان اباه ليس هو جريج ولكنه راع اتى امرأة بغية لماذا تكلم الصبي الثالث الم يتكلم ليدفع التهمة عن تلك الامة البريئة التي قيل لها سرقت وزنيت وهي لم تفعل اذا كل هؤلاء الثلاثة نطق لامر مهم وهو الذب والدفاع وحماية عرض الانسان وهذا يدل على خطر الحديث على اعراض الناس فالذي يقذف الناس بالزنا او غير ذلك بالفاحشة فهذا قد اتى امرا عظيما وجرما فضيعة فليتق الله في ذلك فان الله قد انطق صبيان الثالث في المهد ليدفع التهمة وفيه تسلية للمظلوم ان الله سيبرئه ولو بالخوارق اذا هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهد الا ثلاثة فذكر اول هؤلاء الثلاثة عيسى عليه السلام وهذا ما يجعلنا نتطرق الى فائدة خامسة وهي بيان ضلال النصارى عيسى عليه السلام قد اظهر الله تعالى على يديه ما لا يحصى من الخوارق ومن المعجزات منها انه نطق في المهد وهذا امر وحده عظيم ثانيا كان يبرئ الاكمه والابرس وهذان المرضان نادرا ما يشفيان اما البارس فهو معروف وبيض اتي على الجلد واما الاكمه فهو من يولد اعمى يمكنك ان تبرئ من اصيب بعمى عارض انسان كان يبصر ثم اصابه العمى هذا اذا شفي لا ليس فيه ما يثير العجب نعم يثير الدهشة ويحمد الله تعالى على ذلك لكن لا نقول انه محال واما ان يبرئ الاكمه فهذا في الحقيقة شيء خارق للعادة فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الخارقة جعل هذه البينة على يدي المسيح عيسى عليه السلام كذلك مما خصه الله تعالى به انه كان يخبر الناس بما يدخرونه ان يخبئونه في بيوتهم من طعام كذلك كان يقدر من الطين يقدر بمعنى يشكل كان يقدر من الطين كهيئة الطير هذا معنى يخلق من الطين كهيئة الطير يخلق مو معنى الخلق المعروف هو الايجاد من عدم لا يخلق هنا بمعنى يقدر يمسك الطين فيقدره على شكل طائر فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله زد من أعظم ما ظهر على يديه هو إحياء الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى زد من أعظم ما ظهر على يديه إجابة الله تعالى له بإنزال مائدة من السماء طعام نازل من السماء بطلب الحواريين مما ظهر على يديه أن جعل الله خاتمة رسالته أن رفع إلى السماء فهو في السماء الثانية ويختم الله لو حياته بكرامة أخرى وبينة أخرى فينزل إلى الأرض من جديد حتى يقتل الخنزيرة ويضع الجزية ويقتل المسيح الدجال فيتبعه فلا يراه المسيح الدجال حتى يذوب كما يذوب الملح في الماء فهذه خوارق عظيمة فكان ينبغي للنصارى وهم يستمعون وهم يقرؤون مثل هذه الخوارق مثل هذه المعجزات تظهر على يدي المسيح عليه السلام كان عليهم أن يسارعوا إلى تعظيم الله عز وجل وعبادة الله عز وجل وشكره على نعمه ولكنهم في الحقيقة تاهوا وظلوا فوضعوا العبادة في غير موضعها بدل من أن يشكروا الله بأن يرجعوا إليه ويعبدوه ويوحدوه ادعوا للمسيح عليه السلام الألوهية أو أنه ابن إله فضلوا عن سواء السبيل وأضلوا كثيرا من أتباعهم فنعود إلى تلك المعجزة العظيمة أن أنطق الله عيسى عليه السلام في المهد وهنا سؤال اطرحوه على هؤلاء الذين ينصرون الناس الذين يأتون إلى بلاد المسلمين ويدعونهم إلى النصرانية ولا نسميها المسيحية لو سميتها المسيحية لا نسبتهم إلى المسيح والمسيح منهم براء إنما نقول نصارى كما سمهم الله سبحانه وتعالى في القرآن نظره مثلا التشيع نحن نسميهم الرافضة لا نسميهم الشيعة الشيعة هي المتبعون وإن من شيعته لإبراهيم تشيع فلان فأنت تتبعه هل هؤلاء الشيعة الذين تسموا زورا بالشيعة هل يتبعون عليا الجواب لا فعلي منهم براء فأهل السنة هم شيعة علي في الحقيقة كذلك هنا المسيحيون لا هم أتباع عيسى الذين بقوا على التوحيد أما الذين انحرفوا عن التوحيد إلى التثليت من الإيمان إلى الكفر فهؤلاء نسميهم النصارى كما قال الله تعالى عنهم وقالت اليهود والنصارى وقالوا كون هودا أو نصارى قلت إذا لقيت أحدا من هؤلاء الذين ينصرون الناس اسأله سؤالا ما هي معجزات المسيح فسيذكر لك ما ذكرت إلا شيئا واحدا لا يذكره العجيب لماذا لا يذكرونه وهو أن الله أنطق عيسى في المهد ما سمعت نصرانيا يذكر هذه المعجزة لماذا لأن الناس إذا سمعوا أن الله أنطق المسيح في المهد وهو رضيع أول سؤال سنترحه ماذا قال نطق في المهد ماذا قال فإن أول كلمة نطق بها المسيح عليه السلام قال إني عبد الله فأشارت إليه قالوا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أول كلمة خرجت من فيه عيسى عليه السلام العبودية لله قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إذن ففي هذه القصة بيان لضلال النصارى كيف تسكتون وتخفون وتستورون هذه المعجزة العظيمة أن نطق المسيح عيسى عليه السلام في المهد ادعوا أولوهية المسيح ما هي حجتكم لماذا تدعون أولوهية المسيح قالوا إنه خلق إنه ولد من غير أب فقط من أم وهل هذا دليل على أولوهيته جواب لا يقول الله تعالى ليفحمهم وليرد عليهم باطلهم استمعوا جيدا إلى ما قال الرحمن قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أي لو تدبرتم معشر النصارى لو تمعنتم ولو كان ولادة رجل من أم فقط دون أبدليل على الألوهية فآدم أولى آدم أولى بالألوهية لأنه ولد من غير أم ولا أب فلماذا لا تعبدون آدم وتدعون فيه الألوهية فهو أولى لأنه أقوى ولد من غير أب وأم خلق الله تعالى عيسى عليه السلام من أم فقط لإظهار قدرته لإظهار رحمته لإظهار نصرته أراد أن يبين أنواع الخلق أنواع الخلق أربع يخلق ما يشاء حتى الملائكة لما بشرت مريم عليه السلام بشرتها بالولد قالت أن يكون لي ولد أن يكون لي تعجبته كان الجواب كذلك يخلق الله ما يشاء كذلك يخلق الله ما يشاء يعني طريقة الخلق تعرب بك ما يحب فجارة السنة الغالبة أنه يخلق من ذكر وأنثى هذا هو الأصل الأصل أن الإنسان يخلق من ذكر وأنثى هناك طريقة ثانية أن يخلق من غير ذكر ولا أنثى آدم من غير ذكر ولا أنثى الطريقة الثالثة أن يخلق من ذكر فقط وهي حواء حواء خلقت من ضلع من ضلع آدم هو يمشي في الجنة فارتاح في الجنة فخرجت منه حواء إذن حواء خلقت من ذكر فقط والنوع الرابع كان لابد من نوع رابع حتى تتنوع الطرق فخلق الله عيسى من أم فقط إذن فقصة عيسى عليه السلام وخلقه من أم فقط للدلال على قدرة الله وتنوع خلقه فسارع إلى الاعتراف بهذه القدرة الإلهية وعبادته وحدها لشارك له لا أن تنسب له ابنا ولا أن تنسب وأن تجعل المسيح عيسى عليه السلام إلها وهو من ذلك براء لذلك قلت هذا الحديث حديث جوريج لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة منهم المسيح عيسى عليه السلام دليل على ظلال النصارى لأن أول شيء نطق به المسيح هو الاعتراف بأنه عبد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا والشخص الثاني الذي تكلم هو جوريج كان رجل في بني إسرائيل يقال له جوريج فمن هذا جوريج جاء في مسند الإمام أحمد ما يبين لنا حاله فقد كان تاجراً هذا الحديث روى الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان جوريج رجلاً تاجراً وكان ينقص في الميزان ما يسمى به التطفيف التطفيف مأخوذ من الشيء الطفيف القليل أنت تطفف أي تقلل ومنه صورة المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني كي يوزن الروح يستوفي وإذا لكن إذا كان للناس فإنه يخسر وينقص وهو أمر كبير من الكبائر التطفيف في الميزان كان تاجراً فينقص وينقص من الميزان فقال ما في هذه التجارة من خير سألتمس تجارة أخرى فبنى صومعة وبدأ يعبد الله سبحانه وتعالى فيها فبينما هو يعبد الله دأته أمه وكان ما كان أي ترهب وهذا ما يجعلنا نتطرق إلى الحديث عن الفائدة السادسة وهي بطلان الرهبانية الرهبانية ليست هي العبادة فقط بزاف الناس لما تسمع يقولك الرهبانية الراهب هو العابد لا لو كانت العبودية فقط فهي مطلوبة الرهبانية هي لانقطاع الناس وترك الزواج لذلك الراهب هو الذي يترك الزواج وينقطع عن الناس ويعتزلهم وهذا أمر مذموم في شريعتنا لا يجوز إلا في حالة واحدة فقط عند اشتداد الفتن فعنده إذن كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري يوشك أن يكون خير مال المسلم غانم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن هذه الحالة عندما يقتل الهرج والمرج والقتال بين الناس تفر بدينك ولو كنت وحدك لكن الأصل في المسلم كما في الحديث الذي رأى التنميذي وغيره المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أنت مأمور بأن تكون مع الناس تصل الرحم تعين المحتاج تغيث الملهوف تحمل الكل تعين على نوائب الحق تؤدي دورك في هذا المجتمع والإنسان مدني بالطبع ضع بصمتك في هذا المجتمع أما الفرار واعتزال الناس فهو سهل على كل الناس فالذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر هؤلاء النصارى من بعد رفع المسيح ظهرت فيهم الرهبانية كما قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فهذا الرهبانية ابتدعوها ينقطعون عن الناس بحجة العبادة وبعضهم كان يمشي في الفيافي والقفار ويقطع الأقطار والأمصار يعبد الله تعالى ويتفرغ ويترك النساء ويعتزل الناس هذا مذموم فقد نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في حديث بداود عن صامورة بن جندب نهى عن التبتل استؤذن في الرهبانية نهى عن التبتل واستؤذن أيضا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ائذن لنا في السياحة السياحة هي أن تمشي في الفيافي والقفار في الغابات تبقى تعبد الله هناك هذه السياحة مو السياحة المشهورة اليوم وهي المشي في البلاد بالمنكرات والفجور وغير ذلك لا سياحة للمسلمين هي عبادة الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيله قالوا يا رسول الله ائذن لنا في السياحة كما يفعل النصارى فقال لا سياحة أمة الجهاد في سبيل الله إذا أردتم أن تسيروا سيروا على بركة الله تدعون إلى الله سبحانه وتعالى فمن وقف دون دعوتكم فعندئذ جاهدوه هذه السياحة أن تكون فعالا هذه العبادة الأصلية فالرهبانية إذن ما هي هي التفرغ للعبادة زائد انقطاع زائد الانقطاع عن الناس وترك النساء وغير ذلك وهذا أمر مذموم فإن الرسل يعيشون مع الناس ويتزوجون ويصومون ويفطرون وينامون ويقومون وغير ذلك هذه هي الفائدة السادسة التي أتينا عليها وسنترطرق إن شاء الله تعالى إلى فوائد أخرى في مجلس لاحق إن شاء الله نكتفي بهذا القذر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة